لما يكون عندي في مشكلة في انتاج البيتا تشين في نقص في الانتاج دع البيتا تشين نقص عليها بيتا ثلاثيمية احنا عندنا البيتا جلوبين جين موجودة على الكرونزوم رقم 11 على الشورت ارم الكرونزوم 11 نقص علي 11P15 طيب انا عندي مثال هنا والمثال ده هيوضح لي جدا قصة البيتا ثلاثيمية انا عندي الاب والام parents two carriers الاثنين carriers اب والام التزوج بتاحهم في احتمال لا الوراثة ممكن يجبه لنا طفل normal في احتمال قوي انه ما يجبه لنا طفل او طفلة treat carrier carrier للجين اللي فيه defect وعليها 3 او تيروزايجوز لان تشايف كده واحد normal واحد abnormal وممكن جولنا احتمال ان two genes abnormal ثلاثيمية gene يتحدوا لما تشايف كده ويعملوا لنا severe thalassemia اللي بنوع عليها thalassemia major beta thalassemia major يكون هوموزايجوز طبعا ان ناخد two genes abnormal طيب النتيجة كده بيبقى في imbalance عدم توازن في exist alpha chains وال exist alpha دي مش لاقية beta تتحد معها فتعمل ايه تعمل precipitate تترصب في ال اللي وكمان في يعني سواء يبقى في ايه دي عباره عن طيب ده ده بيعملنا يعني يعني في ترصيب الالفا للشكل بتاع الماتيور غير طبيعي ده يؤدي الى تكسير التكسير ده ممكن يكون بيتم داخل نون عليه بالنسبة لل الماتيور والماتيور اللي تكونت وممكن يتم اكسترا ميدالاري هيموليزز يعني خارج البومارو وده بيتم في الاسبيلين سواء كان التكسير او اكسترا ميدالاري وهو بيتم عن طريق خلية مشهورة جدا اسمها الماكروفاج بيتم مننا للأبنورمل بيتم مننا هيموليزز او ديستركشن للينيفكتيف ارسرو ارسرو صايت